بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينَهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهِ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمْ ذلك فضل الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم وأن يقضي حوائجكم ويوفقكم لما فيه الخير والصلاح ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين اللهم صلى على محمد وآله محمد أسلوب القرآن الكريم هو أنه يذكر حقائق ثابتة غير قابلة للتبديل ولا للتحويل ولا يجامل في هذه الحقائق رضي الناس أم لم يرضوا قبلوا أو لم يقبلوا اهتدوا أو لم يهتدوا المهم أن الحقيقة تصل إلى الناس لتكون الحجة بالغة هذه الحقائق التي تذكر في القرآن الكريم قد تذكر من خلال قصة أو من خلال موعظة أو من خلال إخبار أو من خلال أمر أو نهي يعني مثلا الله سبحانه وتعالى قص علينا في القرآن الكريم قصة يوسف قصة يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام لم تذكر لمجرد قصة كما هو دعب القصاصين يذكرون القصة فقط وفقط لإلهاء الناس ولملء فراغهم في السابق كان القصاصون وفي العصر الحاضر الأفلام والمسلسلات التي غالبها ليس من ورائها شيء إلا ملء فراغ الناس وفي كثير من الأحيان بالباطل وبتعليم غير صحيح القرآن ليس كذلك القرآن ذكر قصة يوسف للاعتبار وللموعظة فلذا كل آية من هذه الآيات فيها موعظة فيها توحيد فيها بيان حقائق كثيرة ولكن بما أن الإنسان يتفاعل مع القصة أكثر لذا الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الحقائق في قالب قصة وكذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن أمور مستقبلية الإخبار عن الأمور المستقبلية لمجرد حب الاستطلاع في الناس الإنسان يحب أن يعلم المستقبل لماذا الآن كثير من الناس يذهبون إلى المتنبئين والفوالين والذين يقرؤون الكاف وما إلى ذلك مع علمهم بأن هذه الأمور أمور باطلة ما لها حقيقة ولكن مع ذلك يذهبون وحتى في الدول الملحدة الذين لا يعتقدون لا بالله ولا بالرسول ولا بعيسى ولا بمحمد صلى الله عليه وآله ولا بأي شيء ترى المراجعة إلى هؤلاء كثيرة كثيرة حتى على مستويات عالية من مسؤولين وما إلى ذلك لماذا؟ لأن الإنسان إلى حب الاستطلاع وأن يعرف أنه مصير في المستقبل شنو يكون حزين الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن أمور مستقبلية لأجل هذا الأمر لا الله أخبرنا عن القيامة وما يجري فيها لأجل هذا الأمر أنه أنت تدري مصيرك في المستقبل شنو يكون لا وإنما الله سبحانه وتعالى ذكر لنهتدي يعني الله حذرنا من العذاب لكي لا نرتكب المحرمات الله سبحانه وتعالى ذكر الجنة لكي نتشوق إلى الطاعات وليس فقط مجرد قضية حب الاستطلاع فكل نبوءة طبعا تعبير النبوءة بالنسبة للقرآن مصحيح كله إخبار مستقبلي في القرآن الكريم لحكمة وتصب في هداية الناس لأن القرآن كتابه هداية يعني إذا في القرآن أكو بعض القضايا مثلا العلمية بعض القضايا المرتبطة بالفلك بعض القضايا المرتبطة بالنباتات كذا مو كتاب القرآن كتاب نباتات مثلا أو كتاب فلكي قرآن كتاب هداية إذا ذكرت هذه الأمور إنما ذكرت لأجل أنها طريق للهداية هسا إحنا علينا بظاهر القرآن وإلا باطن للقرآن كل شيء فيه ولا يعلمه إلا الأم عليهم الصلاة والسلام بتعليم من رسول الله صلى الله عليه وآله لكن هذا مو تكليفنا باطن للقرآن إحنا تكليفنا ظاهر القرآن وأما الباطن بالمقدار الذي بينه لنا رسول الله والأم عليه وعليهم الصلاة والسلام فالمقصود أنه إذا القرآن ذكر في شيء يرتبط بالنباتات تذكر لأجل أنه هذا طريق للهداية إذا الله سبحانه وتعالى ذكر خبر مستقبل مثل هذه الآية التي صدرنا بها الكلام هو لأجل أنه هذا يكون في طريق الهداية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هذا ليس فقط مجرد أنه فتخبر في المستقبل أنه مثلاً في يوم الجمل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقاتل الذين ارتدوا عن أحكام الإسلام أو ارتدوا عن الولاية وفي يوم الصفين وفي يوم النهروان والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حينما يظهر أيضاً على كل حال يرجع الأمور إلى نصابها مجرد إخبار؟ لا صحيح هو إخبار وإنما الغرض من هذا الإخبار أن الناس يحتدون الغرض شنو هو؟ الغرض أنه أيها الناس إذا في يوم من الأيام رأيتم عامة الناس ارتدوا عن الدين سواء الارتداد الكلي بالرجوع إلى الشرك والكفر أو الارتداد الجزئي يعني الفسق بترك بعض أحكام أحكام الله سبحانه وتعالى لأنه الارتداد في اللغة بمعنى الرجوع ونقول ردة يعني رجعة فالارتداد صحيح الآن في مصطلحنا وهو حقيقة متشرعية بمعنى الخروج عن دين الإسلام ولكن في حقيقته اللغوية وبهذا المعنى في القرآن أيضا مستعمل هو الرجوع عن أصل الإسلام أو عن بعض الأمور المرتبطة بالإسلام يعني واحد مسلم لكنه يرتكب المعاصي فهذا بهذا المعنى اللغوي هو مرتد عن الإسلام ليس بمعنى أنه كافر وإنما بمعنى أنه ارتد عن أحكام الإسلام أو مثلا عندما ترد الرواية ارتد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مجموعة قليلة وهذه الرواية ليست موجودة في كتب الشيعة فحسب بل معناها موجود في كتب العامة أيضا في البخاري أيضا موجود الصحيح عندهم أن الرسول صلى الله عليه وآله في حديث الحوض يقول أنه مجموعة من أصحابي معنا الحديث هؤلاء يأتون الحوض فيحلؤون عنه يعني يطردون عنه فأقول يا رب أصحابي أو أصيحابي فيقول أنك لا تدري ما أحدث بعدك أنهم لم يزالوا مرتدين أو ارتدوا على عقابهم القهقرة إلى أن يقول فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم النعم يعني الأنعام همل النعم يعني المتفرقات منهم قليل جدا هاي رواية موجودة في كتبهم أيضا مو فقط في كتبنا المقصود الارتداد اللي حدث بعد وفاة الرسول الارتداد عن ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وليس الارتداد عن أصل الدين بالدخول إلى الكفر يعني ولو هو في الواقع لا يفرق واقعا ولكن في الظاهر يبقى مسلم ولو إذا في الواقع يكون منافق أو كافر على العموم الله سبحانه وتعالى يقول لنا أيها الناس إذا في يوم من الأيام رأيتم أنكم في أقلية أنتم مضطهدون أنتم لكم مشاكل كثيرة تبتلون بها لا تخشون لا تحزنون لا تخافون كونوا في أمل بأن الله سبحانه وتعالى قدر بأنه إذا جماعة ارتدوا في يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى سيأتي الله يأتي بهم سيأتي بقوم سوف يأتي سوف موسى يأتي العامة بعضهم يفسرون بأبي بكر وحروب الردة لكن هذا مو صحيح ليش لأن الآية تقول فسوف يأتي الله سوف للمستقبل البعيد وليس للمستقبل القريب بعدين الله سبحانه وتعالى يقول من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم الخطاب منكم سواء من الصحابة أو من عامة المسلمين سواء من الصحابة أو غير الصحابة لكن الآية تقول من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم اللي هذا الدليل على أن هؤلاء القوم غير هؤلاء المخاطبين وفي حروب الردة ما كان غير الصحابة يعني الذين حاربوا تحت لواء أبي بكر فالآية أصلا بظاهرها لا تشملهم وإنما تأويل الآية بدأ في قضية الجمل لأن في الجمل عمت أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لم يكونوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله ما كانوا مولودين أصلا هناك حديث أنه واحد من أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في يوم السقيفة قال للإمام عليه السلام أنه انهض الإمام عليه الصلاة والسلام لم ينهض لماذا؟ لأن الإمام إذا كان ينهض كان تصير فتنة داخلية في المدينة المنورة يصير قتال بين المسلمين أنفسهم فالمشركون كانوا يستغلون هذا الخلاف ويقضون على أصل الإسلام في تفصيل في يوم الجمل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام شاف هذا صاحبه اللي في يوم السقيفة قال له هذا الكلام فأشار إلى جيشه الإمام عليه السلام قال لأنه أين كان هؤلاء يوم السقيفة هذا صاحب الإمام رآهم شافهم كلهم شباب في شكل عام دون الثلاثين دون خمس وعشرين سنة دون العشرين قال كانوا في أصلاب الرجال وأرحام الأمهات الإمام عليه الصلاة والسلام قال ذاك اليوم ما كانوا هؤلاء موجودين لذلك لم أنهض أما هذا اليوم هؤلاء موجودون ولذا نهضته بالأمر فهؤلاء الذين نصروا أمير المؤمنين في يوم الجمل ما كانوا وقت نزول الآية فتأويل الآية كان بهم أول تأويل الآية وكذلك في صفين والنهروان والتأويل الأكبر بالنسبة إلى ظهور الإمام عليه الصلاة والسلام الشيء الذي أبقى التشيع في طول التاريخ هو هذا الأمل من الأسباب يعني لأن طول التاريخ المجازر والمصائب التي جرت على الشيعة كانت كفيلة بأن أي مذهب آخر أي دين آخر كان يتم القضاء عليه عشر مرات أصلا سواء بالنسبة للأم عليهم الصلاة والسلام في كربلاء وبعد كربلاء وفخ وغير فخ أو بالنسبة إلى الشيعة يعني التاريخ إذا واحد يقرأ التاريخ اللي هم كتبوه يعني مرة إحنا نكتب شيء ويمكن يتهم أنه الإنسان كاتب شيء بصالح نفسه لكن مرة هم يكتبون ما فعلوا صلاح الدين الأيوبي اللي الآن مسويه بطل وهو من أكابر مجرمي التاريخ أسوأ من صدام كان وهتلر حينما احتل مصر قتل جميع الشيعة في مصر ومن بقي منهم اضطر أنه يسافر يعني يشرد من مصر هم كاتبين مو إحنا نقول وكذلك في فلسطين وكذلك في الشام سلطان مراد العثماني عندما سيطر على حلب وحلب كان من حواضر الشيعة أباد جميع أهلها ولا استثناء قبل حوالي خمسمائة ستمائة سنة ومجازر العثمانيين في كربلا وفي بغداد معروفة وكذلك في زمان العباسيين وقبلهم وبعدهم وهذا الشيء اللي شفناه بعد في العراق يعني خلال فترة قليلة أربع سنوات حوالي ثمانمائة ألف واحد من الشيعة قتلوا في هذه التفجيرات وأمثال ذلك فهذه المجازر يعني طبعا إحنا الآن نعيش في عصر ذهبي طبعا الآن شوية أكو إعلام وشوية أكو بعض القوانين الدولية التي تسبب أن الحكومات شوية راعي لكن ذاك الوقت وما كان هذه الأمور فتحاكم يصدر قرار وينفذ فيه خلال ذلك اليوم إذا واحد يقرأ تاريخ أصحاب الأئمة كيف نقلوا لنا علوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يستغرب محمد بن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه كان من أصحاب الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام والإمام الرضا هذا من كبار الشيعة كان اعتقل أخته لخوفها اضطرت أن دفنت كتبه في البيت حتى إذا هجموا على البيت لا يشوفون هذه الكتب هناك في السجن بأمر هامرون الرشيد ضرب ألف خشبة ألف صوت بس صوت خشب طبعا إلامة أكثر حتى يعترف على الشيعة ولم يعترف وبقي سنوات طوال في السجن إلى أن أطلق سراحة بمشيئة الله سبحانه وتعالى رجع إلى الكتب شاف أن الكتب قد تلفت المطر قد جاء والأرضة والتراب وكذا أكل هذه الكتب فمقدار من الأمور كانت باقية في ذهنه هذه دونها مرة أخرى يعني الشيء اللي كان باقية في حافظته وهكذا وهلهم جرى من أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام على رواية واحدة كانوا يقتلون على كلام واحد يقتل ابن السكيت معروف من أصحاب الإمام الهادي والعسكري ومن أصحاب الإمام الهادي كان على كلمة واحدة أن قنبر مولى أمير المؤمنين أفضل منك يعني أشار إلى المتوكل ومن ولديك أمر بأن يخرج لسانه من قفاه فمات على أثر هذا الأمر وشفنا صدام كيف فعل بعلماء الشيعة وحتى بالناس العادين اللي مجرد أنه علي اسم الشيعة هذه المجازر هذه الأمور التي جرت على الشيعة في طول التاريخ والذي وثقه التاريخ القليل القليل من هذه الأمور ابن الأثير في تاريخه الكامل في التاريخ في أحداث سنة 440 ونيف يقول في هذه السنة حدثت فتنة الحنابلة هؤلاء هجموا على منطقة الشيعة في الكرخ وقتلوا من الشيعة الكثير الكثير ثم عمدوا إلى ضريح الإمام موسى بن جعفر وأضرموا فيه النيران وذاك الوقت غالب البناء كان يستعمل فيه الخشب واضح فاحترق البناء وانهدم اليوم الثاني فكروا أنه زيون الشيعة مرة ثانية يجون يبنون هذا المكان فلازم إحنا هذا المكان نبيده نهائيا ونزيله فجاءوا بالمساحي هذا اللي ناقله مو شيعي ابن الأثير معروف بالمساحي والمعاول وما إلى ذلك وجاءوا وقالوا ننبش قبر الإمام الكاظم والإمام الجواد وننقل جثتيهما إلى قبر أحمد بن حنبل لأن أحمد بن حنبل مدفون في بغداد أيضا طبعا الآن قبره لقد زال أثره بسبب أن نهر دجلة شوية صار بانحراف في المسير فالآن قبره صار في وسط النهر زيون ينقلون الإمامين إلى قبر أحمد بن حنبل هناك وقبر أحمد بن حنبل في قبضتهم وينتهي الأمر بعد لا كاظمية ولا قبر إمامين ولو لكن لأن البناء كان متهدم بسبب الحريق ما شخصوا مكان القبر ولذلك أخطأوا في النبش طبعا بين قوسين نذكر أنه إحنا عدنا في روايات متعددة صحيحة أن ما من نبي أو وصي نبي جثته لا تبقى في الأرض أكثر من أربعين يوم وفي بعض الأحاديث ثلاثين يوم ثم يرفع بلحمه ودمه وعظمه إلى السماء وهذه المراقد المطهرة مراقد أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هي مركز إشعاع ونور بأمر من الله سبحانه وتعالى والأئمة لهم إشراف على هذا المكان وهم في السماء هذه في رواياتنا طبعا مكان بحثها في مكان آخر فالمقصود أن الرسول والأئمة والأنبياء والأوصياء أوصياء الأنبياء هذا هؤلاء بعد وفاتهم أو استشهادهم بثلاثة أيام وفي بعض الروايات بأربعين يوم يرفعون إلى السماء هسا المقصود أنه هكذا أمور جرت وتجري شنو اللي بقى الشيعة باقين أنه عدهم أمل أمل بأنه في يوم من الأيام التأويل الكامل لهذه الآية في يوم من الأيام يأتي المنقذ وينقذنا والإنسان يعيش بالأمل يعني من مثال يمثلوا يقولون أنه إذا جيش جرار وله من العدد والعدة الكثير إذا معنويات ضعيفة هذا الجيش يمكن ينهار أمام جيش صغير ليش لأنه معنويات ضعيفة الآية الشريفة تقول إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ليش؟ إذ أنهم قوم لا يفقهون يعني المشركون قوم لا يفقهون معنوياتهم ضعيفة لأنه ما يعتقد بالآخرة شوف إذا مات ينتهي فلذا يتحاشى من أن يقتل لكن المؤمن معنوياته مرتفعة يفقه يقول حتى إذا قتلت قتلت في سبيل الله درجتي أكبر من الذي يموت في فراشه فمعنوياته تكون مرتفعة الذي معنوياته مرتفعة حتى إذا أقل حتى إذا عدد عشر عدد ذلك الطرف الآخر ينتصر يذكرون إذا مثلا كتيبة من الجيش هذه الكتيبة محاصرة من العدو إذا عدهم أمل بأنه سيأتيهم المدد يبقون يقاومون ليش؟ لأنه بعد ساعة ساعتين ثلاث ساعات يأتي المدد لكن إذا يأسوا ما كوا مدد انتهى الأمر ينهارون عادة يعني ليش؟ لأن الأمل هو الذي يبقيهم لذلك القائد الميداني الحكيم دائما يخلي معنويات الجيش مرتفعة وحتى إذا ما كوا أمل ما يخبرهم وإنما يخليهم يعيشون بالأمل حتى يستمرون في الدفاع أو في القتال الإنسان إذا يعيش في أمل كل ما جرت عليه المصائب مو مهم بالنسبة إليه يقاوم الآنك بعض المرضى علاجهم جدا صعب أو ميؤوس منهم الأطباء ماذا يقولون؟ يقولون لا تخبروا المريض بأنه ميؤوس مننا ليش؟ لأنه إذا عرف أنه ميؤوس مننا وبعد شهر يموت بدل ما بعد شهر يموت بعد يوم يموت يعني يفقد معنوياتك كاملا هو يسبب موته أما إذا عنده أمل هو إذا مقرر بعد شهر يموت يمكن بعد شهر ينهم عمره لأن روح الإنسان إشراف وسيطرة على جسم الإنسان على العموم فهذا الأمل هو الذي بقى الشيعة وإلى يومنا هذا وهذه نقطة قوة الشيعة على رغم كل المشاكل والمجازر والمآسي التي جرت عليهم الآية تقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه الذي لا يرتد لا يخاف لا يحزن لا ينهار ليش فسوف يأتي الله بقوم هؤلاء القوم شنو صفاتهم يحبهم ويحبونه يحبهم يعني شنو يعني الله سبحانه وتعالى يثيبهم على أعمالهم ويحبونه يعني يحبون الله سبحانه وتعالى شنو صفات هؤلاء أولا أنه يحبهم الله ويحبونه كيف نعرف أن الله يحبهم لأنه يطيعون الله اللي يطيع الله الله سبحانه وتعالى يحبه والذي يعص الله الله سبحانه وتعالى يبغضه أو يبغض عملا يحبهم ويحبونه الصفة الثانية أذلة على المؤمنين هذه صفة مهمة جدا يعني أنت أمام المؤمن ينبغي أن تكون ذليل يعني تكون متواضع إذا واحد مؤمن حتى له فقير آني غني حتى له جاهل أفرض آني عالم حتى له هو مرؤوس وآني رئيس ما دام هو مؤمن يجب أن أكون ذليل أمامه يعني متواضع في الحديث الشريف الحديث في صفات المؤمنين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول وتواضع من غير منقصة يتواضع أمام شخص لنقص فيه يعني مرتكب جريمة لأجل أنه لا يعاقب على تلك الجريمة يأتي ويتذلل أمام الحاكم أو أمام مثلا ذوي المقتول هذا تذلل أو تواضع ولكن بمنقصة بسبب نقص أو هو فيه عيب لأجل أنه يغطي على عيب يتذلل هذا أمر مرفوض ولكن تواضع من غير منقصة يعني أنت فري ذاك فقير تتواضع أمامه ليس لأجل نقص وإنما لأجل أنه مؤمن فالآية تقول أذلة على المؤمنين يعني متواضعون أمام المؤمنين لا يتكبرون أمام المؤمن حتى إذا هذا المؤمن كان فقير مستضعف من قوميات حسب نظر الناس مثلا وضيعة ولا توجد قومية وضيعة لأنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم أعزة على الكافرين هذه الصفة الثالثة أمام الكافر يكون عزيز لا يتواضع أمام الكافر لا يكون بعزة لأن ذاك كافر ما يستهل أن تتواضع أمامه أنت مؤمن وهذه هي معادلة عكسية يعني إذا واحد كان ذليل ومتواضع أمام المؤمنين الله يعزة أمام الكافرين وإذا كان عزيز أمام المؤمنين متكبر عليهم الله يذل أمام الكفار مثل حكام بلادنا أو أكثر حكام بلادنا لأنه يستعمل القهر والغلبة على المواطنين المساكين فتشوف أمام الأمريكان ومادري الأوروبيين وكذا ذليل عبد ذليل لماذا؟ لأن هذه المعادلة إذا أنت عزيز أمام المؤمن فتصير ذليل أمام الكافر وإذا أنت ذليل أمام المؤمن يعني تتواضع من غير منقصة الله يعزك أمام الكافر يجاهدون في سبيله ولا يخافون لو ما تلائم هذا الأمل أنت عندما عندك بأمل أن هؤلاء القوم يأتون تبقى صامدا فليكن فليجري ما يجري الدنيا ستكون لنا فالسهلان أنا في مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم خندق والمسلمون من ضعفهم العسكري ما كان عندهم طاقة أن يقابلوا المشركين في المواجهة المباشرة فلذا اضطروا أن يحفروا خندقا حتى لا تصير مواجهة مباشرة في حين حفر الخندق والرسول يشترك أيضا في هذا الحافر القضية معروفة ففي الحافر ظهر حجر هذا في الخندق لم يتمكنوا من تكسير هذا الحجر أو إزاحة فجاء رسول الله فأخذ هذه الوسيلة المعول أو أي شيء آخر وضرب الحجر الضربة الأولى فصارت شرارة لأن الحديد إذا أصاب الحجر يصير شرارة فرسول الله صلى الله عليه وآله قال المسلمين أرى قصور كسرة في الشرارة الثانية قال أرى قصور مصر في الشرارة الثالثة قال أرى قصور الشام المنافقون استهزأوا وهذا دأب المنافقين استهزأوا أنه إحنا الآن في المدينة ومو معلوم شنو يكون مصيرنا وهذا يفكر في قصور كسرة وقصور كذا مثل أفرضه إذا جمع أعلان محاصرة والعدو محاصرهم في قرية من قرى بلادنا والواحد يقول أرى البيت الأبيض وأرى الكرملين وأرى ما أدري كذا وطبعا قد المنافقون يستهزئون به لعدم إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وآله لماذا رسول الله كان يقول هذا الكلام صحيح الرسول رأى ومو فقط في الخندق رأى من قبل كان يعلم بذلك لأن الله سبحانه وتعالى أخبره فالرسول يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن هذا مو فقط أحنا نقوله حتى في البخاري ومسلم موجود أن رسول الله مو فقط هو كان يعلم بل علم أصحابه ما كان وما يكون وما هو كائن أستشلون يجمعوا مع إنكارهم لعلم الرسول الغيب بإذن الله سبحانه وتعالى فهو أحد لازم يسألهم وأن لا في صحاحهم أن رسول الله صعد المنبر وأخبر بما كان وما يكون وما هو كائن إذا احنا نقول أنه علم أمير المؤمنين ولا أئمة فقط هما يقولون علم مجموعة من الصحابة فرسول الله فرسول الله صلى الله عليه وآله كان يعلم ولكن أن يقول هذا الكلام في ذلك الوقت لرفع معنويات مسلمين في ذلك الوقت هذا الأمر الأول الأمر الثاني وأنا أختصر حتى لا أخذ من وقتكم أن الإنسان وطبعا قد يعتريه ضعف أمام النفس الأمارة بالسوء الشيطان قد يغري الإنسان فقد يرتكب بعض التجاوزات فادي يوم لصلاة الصباح ما يقوم من النوم مثلا كسلا في يوم آخر لعله يرتكب غيبة وتهمة ونميمة ومحرمات أخرى أجارنا الله وإياكم من هذه الأمور إذا الإنسان كان على علم وعلى يقين بأن هناك من يرى أعماله ويشاهدها ويعلم بها إذا عند علم ويقين راح تكون أعماله صحيحة يعني مثلا إحنا الآن جالسين هنا إذا أخبرنا بأن هناك كاميرا خفية تتصورنا وهناك جماعة عادة يشاهدون ما نفعل هل نخالف القانون نخالف القانون مو فقط من خالف القانون بل نحاول أن لا نظهر بمظهر غير لائق مثلا نحاول أن يكون مظهرنا أيضا مظهر مناسب الآن في كثير من البلدان موجودة هاي الكاميرات الخفية وتصور الشوارع والفنادق وما إلى ذلك إذا الإنسان يدري أكو كاميرات خفية يراقب في المرور مثلا بعض الأحيان أكو بعض الشوارع فيها كاميرات تصور زين السواق ماذا يحاولون أنه يراعو القانون في ذلك المكان إذا إحنا نعلم علم اليقين بأن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يراقب أعمالنا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون المؤمنون منهم يعني الأئمة عليهم الصلاة والسلام أكو بعض الناس من العام ما يقولون المؤمنون يعني جميع الأمة الإسلامية الإمام الباقرة أو الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول أترى أنه واحد في الدنيا شهادت على حزمة بقل لا تقبل لأنه كاذب في يوم القيامة يجي يشهد على الناس وعلى الأمة معقول يعني أكو ناس معروفين بالكذب إذا شهد أمامك على حزمة بقل زين ما تقبل شهادته وفي يوم القيامة هذا يجي يشهد على الأمة وبعدين شهادة إذا واحد ما يعلم ولم يرى تكون شهادة زور المفروض أنه هؤلاء المؤمنون يعلمون بالتفاصيل علم تفصيلي بتعليم من الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يشهدون وإلا إذا ما يعلمون يعني إذا إحنا نريد نكون شهود زين وإحنا كثير من الأمور لا نعلمها فكيف نشهد تكون شهادة زور أما الرسول صلى الله عليه وآله الله سبحانه وتعالى أطلعه على كل ما يفعله الناس وكذلك الأمة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجوه الشريف الآن أعماله تعرض عليه وفي الأحاديث هذه الأعمال تعرض في كل يوم وتعرض في كل أسبوع وتعرض في كل سنة وتعرض في كل شهر مثل ذولة مثلاً بلا تشويه عند محل واحد كل يوم يسد الحساب يحسب وبالأسبوع يجرد حساب وبالشهر يجرد حساب وبالسنة أيضاً فجرت كلي لكل حساب السنة فالأعمال تعرض على الإمام إذا احنا ندري أن هناك إمام ناظر لأعمالنا وسيشهد على أعمالنا إذا وصلنا إلى هذه القناعة وهذا اليقين وهذا العلم الإنسان لا يرتكب المخالفة إذا الإنسان يشوف أنه فالشخص عادي يرى أعماله يحاول أن لا يظهر بمظهر غير لائق فضلاً عن ارتكاب المخالفات والتجاوزات فكيف إذا أنت تعلم بأن الإمام يرى أعمالك يعني يعلم بهذه الأعمال الله سبحانه وتعالى يطلعه عليها ويوم القيامة سيشهد عليك والإنسان طبعاً يحاول أنه لا فقط لا يرتكب المحرمات ولا فقط يفعل الواجبات بل حتى الأمور غير لائقة لا يفعلها حتى لا يفكر في الحرام هناك في حديث شريف أن عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه أن موسى كان يقول لأصحابه لا تفعلوا أحد المحرمات يذكرها لا تفعلوا المحرم الفلاني لا تفعلوه وأنا أقول لا تفكروا فيه ليش؟ لأنه النار تحرق لكن إذا ما كان نار كان دخان بعض الأحيان قبل النار يصير دخان ماكو حريق لكن دخان أكو هذا الدخان ما يحرق الدار ولكن يسودها يصخمها عسب تعبيرنا سواد يصير زيون إن إذا في بيت أفرضه صارت حرارة مرتفعة في مثلاً بعض الحاجيات وصار دخان زيون ما صار حريق شيء ما أحترق بس كل الدار يصير سوداء بحيث أن صاحب الدار يضطر أنه يجيب الصباغ ويجيب الدهان يجيب كذا وكذا وكذا لإصلاح ما يقول فكر المعصية كذلك أنه يسود القلب والأكثر من ذلك يوم القيامة تبلى السرائر يوم تبلى السرائر زيون؟ يا عدم فكر في المعصية الكذائية يقول صلة فضيحة يعني إذا إحنا علمنا أن فلان الآن فكر في قتل إنسان ما قتل بس فكر في القتل شنو يكون موقفنا من عنده؟ انحاسبه انعاقبه لا لأنه لم يرتكب جريمة لكن يسقط من أعيننا لا لا يسقط من أعيننا هذا الإنسان بهذا التفكير وهذه العقلية فإذا إحنا نعلم بأن الإمام يرانا ويرى أعمالنا أعمالها تكون مناسبة وصحيحة ولذلك الانتظار أفضل وأعمال أمتي انتظار الفرج مو انتظار الفرج يعني واحد يخلي رجل على رجل يقول أنا منتظر هذا مو انتظار إذا أنت وعدكم ضيوف يوم غد زين ماذا تفعل؟ تهيئ وسائل الضيافة وبعد ذلك عندما هيئت كل وسائل الضيافة تنتظر تكون مترقب أنه متى هذا الضيف يطرق الباب أما إذا واحد يخلي رجل على رجل لم يفعل أي شيء لا هيئة طعام ولا هيئة البيت ولا هيئة كذا وكذا يقال له ماذا تفعل؟ يقول انتظر يقال له أنت تكذب هذا مو انتظار انتظار يعني تعمل في ما هو تكليفك وتنتظر ما هو خارج عن اختيارك مجيء الضيف مو بيدي هذا انتظره لكن تهيئة الطعام من وظائفي إذا واحد يقول أنا أنتظر الإمام وهو يعمل بالمعاصي ويترك الطاعات فهذا يكذب ليس منتظرا الانتظار معنى العمل بما هو تكليف لنا وهو ما خارج والأمر اللي خارج عن قدرتنا اللي هو أن الله سبحانه وتعالى يأذن للإمام بالخروج ندعو الله سبحانه وتعالى لذلك ننتظر في هذا المجال فعموما علينا أن نكون من المنتظرين الحقيقيين للإمام هذا الأمل لازم نزيد في قلوبنا وكلما زاد هذا الأمل الإنسان يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإلى العمل الصالح نسأل الله سبحانه وتعالى يوافقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعاله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تسكي النفحات تسكي النفحات ترجمة نانسي قنقر